مرحبا معكم توني اليوم سأريكم كيف نفس الرول يمكننا نصور نصف كاميرا و نصف كاميرا تانية احدى المشاكل العالم عندهم كتين كاميرا هي اي كاميرا بكتاخد معك اللي بيصير عادة انه بيكون عندك فيلم حطه بكاميرا معينة و نصور مثلا خمسة عشرة خمسة عشرة صورة و لم يخلص الفيلم تجي تاني نهارة او نهارة لبعض اللي هو تجي بدك تروح محل تاني و عبالك تستعمل كاميرا تاني سويا بتاخد رول تاني وبتحطه بقلب الفيلم الكاميرا تاني او في طريقة تانية وهي انسب انه الفيلم بالكاميرا تقدر تشيله بلا ما ينتزع الفيلم وتحطه بالكاميرا التانية وتكفي من المطرح ما خلصت هون شو الطريقة؟ اول شي بتعملوه بتكون تطلعوا بالكاميرا الموجودة معكم تطلعوا و بتشوفوا قد يصور عليها صورة بها الحالة تصور عليها تقريبا 17 صورة كتير منيح تتذكر 17 اللي بتعملوه بطريقة عادية تتذكر 17 وتتذكر 17 وترجع وتلف الفيلم هلا انتو عم تلفوه تذكروا شغلي انو وتتسمعوا التك و تيفلوه الفيلم عن سبروكت ما تضل كون عم تلفوه تلكون موضوع اهيان شوي تضل الليد طالع لبرا من قلب الكنستر تقريبا هذا الشكل حسنا تفلت الفيلم تفلت الفيلم تفلت الفيلم و ترجع بعدنا و تشيل الرول لدينا الرول بيدي مصور منه 17 صورة على هذه الكاميرا F3 كيف سأضعوا على كاميرا ثانية؟ في هذه الحالة سأستعمل OM4 فوكس لا أعرف ما هو؟ أول شيء سأفعله هو التالي سأفتح الفيلم و تضع الفيلم مثل العادة لانه بيكون لافف الفيلم لانه محطوط بهديك سوء لانه بيكون صعب بس نضح محطوط محطوط ثلاثة سنوات محطوط 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 حتى المحطوط محطوط ساعدت محطوط محطوط لانه اضعوا على ال 400 لأنه هذا هو فوما بان بس انا اضعها اول شي بتعمله بتجرع بتحطي ال ISO تبعك قبل ما تنسى هالشي حطيته على ال 400 هذا الشيء تتذكر وما تنسي ثانياً بتجيب الكاب و بتسكر على الكاميرا من الدم يجب ان تتخفف او لا يكون في اي طريق يفوت ضوء على الكاميرا شغلة تانية بتحطي ال شوتر سبيد على أسرع شيء يعني بهالحالة 2000 من الثانية وفتحة العدسة بتحطيها على اكبر رعم اللي هي اصغر فتحة الهدف من هول ثلاث قصص انه انت بدك تصور هلأ 17 صورة اللي مصورين هونيك بدك تجع تصور هوني بس بلا ما يكون في اكسبوجة بدك تكون مسكرة تما يأتي اي ضوء تما يتأثر الصور اللي مصورين على الكاميرا قديمة بتخفف بتحط F22 مثلاً مثلاً بهالحالة و 2000 من الثانية وبتسكر هاي تميكشور كمان انه مينموم اصلاً ضوء عم بفوت يعني انكيس فات شوي حتى مينميز على اخر بس ما تعمل هالشيء بتسكر هاي بتعلي الشتر سبيد ماكسموم بتحط الأبرتشر على أصغر شيء اللي هي F22 وبتبلش بتاخد 17 صورة حسب هاي اول شيء اول عندك اثنين بترجع تصفير بترجع بعدين بتصوير 17 هايخدهم وتذكروا دايماً انتوا عب تعملوا الادفانس هايك اذا مبين على وجه انه هايده الشي عم بيبروم اذا ما عم بيبروم اذا ما عم بيبروم يعني الفيلم مش لائد تمنيح جوا بالكاميرا انيوي صرنا بالرقم 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 17 18 18 18 و هلا صار عندي كاميرا برجع بفتح هايضا بشير الكاب بحط الابتش البدي بزغير فيها حتى اوطو اكسبوجر اللي هي يعني اوطو اكسبوجر وبكافة و هلا اللي صار عندي 17 صورة مصورين على F3 ومن الرقم 17 ولانه قفت واحدة رح يكون في صورة فلات مش مصورة على هايكا وقتا تشيل الفيلم تلاحظ انه في محل فراغ انا عارف بعدين وقتا اصل الفلومة تعارف اي بارت مسور بالF3 اي بارت مسور بالأولمبس هاي الطريقة صار في يروح اليوم بكاميرا جديدة وكافة على الخمسة عشر او العشرين صورة المكافين وقدر ظهرها اسرع هذا كان الفيلم اليوم ازا عنكن اي سؤال او استفسار حطوليه بالكومنتز دون بلو تذكروا لايك شير ان تسابسكرايب بتساعدوني كتير وهذا كان كل شيء اليوم وتشوفكم مرة الجيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة